لو كنت عايزة أتكلم معك فيها هل اللي بيلجأ للنوم في الأجازات ده نفسيا عنده ضغط نفسي من الشغل أو التراب نفسي في الشغل أو كده؟ لا على حسب كل حالة في حد هينام لأنه هو معهوش فلوس مش عارف يعمل حاجة بيحبها اللي في البيت منكدين عليه ما عندوش حاجة معندوش سيكولوجية البدائل اللي هو عايز أنا عايزة أروح زي الناس اللي بشوفها على السوشي الميديا بتروح الساحل عايزة روح السوشي الساحل لو أنا مروحش الساحل أنا مش مبسوط ما عندوش يعني إزاي يدير حياته يعني ما عندوش إزاي يستمتع باللي متاح لي فدي حاجة وحد تاني لأ هو تعبان هو أساسا شغله سفريات هو شغله كله بيقابل ناسه بيقابل المجتمع حاوز يستجم في بيته يعني وضعه مختلف فهي بتفرق على حسب الحالة مين الشخص اللي قدامك وسنه قد إيه برضو تفرق يعني مثلا لما يبقى حد في سن المراقة وقافل على نفسه لأ معلش دي تحط علامات استفهام عليها أنت ده مش سنك لكن لما يبقى رب بيته مسؤول وهو فعلا زي ما قلت لحضراتك شغله دايما مع المجتمع شغله سفريات هو أساسا عنده تشبع من الحاجات دي فبيستغل الأجازة في أنه يعمل إيه ريلاكس لنفسه فده ما خافش عليه فعلى حسب كل حالة بتفرق عن الحالة التانية يعني طيب بشكل عام احنا مثلا ممكن نحتاج لكام أجازة في السنة وتكون مدة الأجازة قد إيه على حسب يعني فيه ناس بتحب شغلها جدا بتزعل يعني رب العمل أو القائد عمل لهم جو في الشغل وبيحبوا زميلهم وبياخدوا مبالغ مجازية ينبسطوا بيها أو الروح اللي في العمل حلوة فبيزعلوا لما الأجازة الطول وفيه ناس تانية بتروح بتلاقي صراعات وبتلاقي أوامر وبتلاقي ضغوط وبتلاقي فوق طاقتها فما بتصدق بترجع عارف مش طيقة نفسها بس بنقول لهم خدوا ده فترة مؤقتة حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب لأن انت لازم تتعايش مع ده وبرضه بيفرق هل هو طالب ولا حد بيشتغل أصلا مثلا ده أنا أقول لحدك كارثة أنا مداية منها قوي أنا عرفت أن الولاد اللي في سنة واللي في عداية ديولاد هيبدأوا دروس بعد العيد دروس خصوصية لسه مخلصون فحضرتك إزاي الأب والأم لو هم عندهم وعي ولو بنسبة 1% انت إمتى هتسيب ابنك أو بنتك يعيشوا سنهم طب ما هم هيزهقوا بسرعة انتوا بدأت وبدأت معاهم المذاكرة بدري طب ما هو هيهنج من المذاكرة بدري هيجي بقى قبل الامتحانات ما يبقاش عنده طاقة خالص المعلومات أساسا هتروح منه وعمره ما هيبقى طالب نفسيا مزبوط عمره ما هيبقى سعيد عمره ما هيعرف يقدي الأداء الصح في مذاكرته أو في الجامعة اللي هيدخلها أو في المدرسة اللي هيروحها فبرضه على حسب السن بتفرق قوي أهم حاجة إن أنا لما أخد أجازة أعرف إن دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وإن دي حقي في الدنيا النفسي إن ربنا يحاسبني عليه فأعمل الحاجة اللي تبسطني ما بصش لغيري بيعمل إيه لإن اللي يبسطك ممكن ما يبسطش غيرك صح وإدوا أرجوكم اللي ليه بارتنور في حياته شريك حياة أو مسؤول عن حد ولاد إخوات هو مسؤول عنهم وبياخدوا الإذن منه إدوهم مساحتهم شوية لنفسهم مثل ما نلزقش ببعض قوي إن لازم عشان ننبسط لازم نكون مع بعض طول وقت الأجازة النقطة دي مهمة قوي لإن بشوفها في ناس كتير قوي يقول لك طب خلاص أنا عادت معاهم يومين إدوني يوم لنفسي مهما كانت طبعا إحنا بنقول إدي مرات التخلي عن مسؤولياتك بيبقى صحي لبعض الوقت لما تلاقي اللي أنت مسؤول منه عاوز يتخلى عنك شوية ده مش معناه أنه هو مش بيحبك ده بالعكس ده المصلحتك عشان يعرف يروح يجدد طقته عشان يعرف يرجع يبقى مسؤول عنك تاني ويعرف يبقى عنده عطاء ليك إنت لما تمسك فيه أو يتقول له لأ إنت ليه أنا بس أو أنا مسؤول منك طول الوقت ده بينفره منك مش بتشوف مرات أم بتزهق من أولادك بتفرض أنت التزامات زايدة عليه أو قيود زوج بيزهق من زوجت معا أنه هو بيموت فيها ومش ما بيحبهاش ولا حاج بس هو بيزهق منها لأن هي طول الوقت فرضة عليه مسؤوليتها أن حتى ساعدتها ما ينفعش تكون بعيد عنه ولو ثانية لو هو بعيد عنها يوم كده هي مش سعيدة فده بيحمل الزوج أو العكس بقى لو الزوج هو اللي بيعمل كده مع زوجته أو الولاد اللي عندهم الأنانية دي في الموضوع يعني إنه هم لا مش عايزين مامتهم تروح تسافر يومين مع صحابها لا معنا إحنا وبس طب ما هي دي أنانية ويعني على حسب بقى هم مين ودرجتهم القرب بس مهما كانوا القرب بالعكس ده القريبين أكتر بتبقى مسؤولياتهم يعني أكتر فبيحصل ملل وزهق أكتر يعني اشتركوا في القناة